تحتفل مملكة البحرين بيومها الوطني السادس والأربعين والذكرى الثامنة عشرة لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم وتأتي هذه المناسبة لتستمر مملكة البحرين في تسطير التاريخ المجيد على صفحات ناصعة البياض وسط إنجازات وخطوات إصلاحية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البحرين حيث استطاعت المملكة برؤية جلالته المستنيرة وفكره الثاقب أن تحظى باحترام دول العالم كفة فمنذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم حرص جلالته على تعزيز الديمقراطية الحقة من خلال دعم العملية الإصلاحية في البحرين وجعلها ديمقراطية حقيقية قابلة للتطور في إطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية من أولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وإبراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين وقد حققت مملكة البحرين إنجازات ومكاسب في مجال التعلين وحقوق المرأة والرعاية الصحية والأمن والاستقرار ما جعل منها نموذجا ومثالا يحتذا وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة برؤية واضحة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة رشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبمساندة فاعلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث حفلت بالعديد من الإنجازات على جميع الأصعدة وشتى المجالات في مقدمة الإنجازات نجاح المساعي الهادفة إلى زيادة الدخل القومي عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية التي وضعت المواطنة والارتقاء بمستويات معيشته في صدارة أولوياتها واهتماماتها وها هي إنجازات المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبرز في مواقع عديدة مثل مجال التحول الديمقراطي وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية وسيادة القانون وتعد مملكة البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين كما أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تمثل أطيافا مختلفة واهتمامات حقوقية متنوعة وفي ظل المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي وإذ تشارك دولة الكويت شقيقتها مملكة البحرين فإنها لتستذكر بكل فخر موقف المملكة البطولية المشرف إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 ومساندتها للشرعية الدولية حتى عودت الكويت حرة أبية فدمت يا بحرين المحبة والخير ودامت أفراحك